خمس دول عربية على موعد مع انهيارات غير مسبوقة اعرف اخطر ما توقعه ميشيل حايك الليلة على قناة الابيض مرحبا بكم متابعين الكرام وحلقة جديدة من حلقات قناة الابيض مع نسترادمس العرب ميشيل حايك لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد يتوقع ميشيل حايك ان المطران الياس عائد بلوحته ويمشي بخطوات غير مسبوقة وسيكون حوله التفاف واسع كما انه لن يكون بمفرده التاريخ يعيد نفسه ايضا وسيشهد واحد من انفجارات لبنان هزة طبيعية وليس الطبيعية ستضرب منطقة الجبل من المعابر وعلى الحدود اللبنانية السورية والمراد سيكون هناك حل غير مختلف عن اي حل تم من قبل وتنشغل عيلة لقمان سليم بمفاجآت تخص عيلتها وبانشغالات مختلفة سيكون هناك ضوء امني حول مدرية امنية بيوم نفق سليم بصورة غريبة ستظهر صورة القديس شربل بمكان لن يخطر على بال احد انفجاران داخل الثورة انفجار بارود وانفجار قرار يبادر الثورة لتبني الحل لأحد المعضلات خارج الساحات ولكنه مفصل وفقا للأحلام ساحات الثورة حزينة على احد اهل الفن الثورة تصدر ثوار والمرأة تدخل الى قلب النار شخصية استثنائية من الثوار للحكم ميشيل الظاهر تحسين الخياط بيار الظاهر احدهم صورة على احد الشاشات الثورة تحطم من نصب بعضهم آلهة الثورة تطهر ذاتها وتلفظ داخلها رح تشهد الثورة مد وجزر وفترات انتظار عواصف غير عادية ستضرب طرطوس من تحت ومن فوق السعودية كؤوس وميداليات ونقاط رياضية للمرأة السعودية تونس يبقى مدخول النفط التونسي مجهول المصير بلحظة وصورة مفاجئة يصحى الشعب التونسي ويقول كلمته وتشكيل خلايا للضغط بهدف ابعاد بعض المافيات عن طريق الرئيس بداية ردم الهوى بين الاعلام ومجريات الواقع والحقيقة التي تحدثه على ارض تونس سنوا قوانين حديثة لتسهيل عمليات الاستثمار واكتشاف ثروة غازية ضخمة الفنان صابر الرباعي سيكون تحت الضوء بعمل غير فني للأسف الحرب الروسية الاوكرانية هي حرب مستمرة وستشهد خلالها الكثير من التطورات والمفاجئات الصادمة وأن رقعة هذه الحرب ستتوسع لدول اوروبية وغير اوروبية أيضا المشهد الروسي الاوكراني القادم بخصوص الحرب سيشهد الكثير من التغييرات في اساليب القتال وسنرى مقاومة داخلية اوكرانية وأيضا شركة ستقود الحرب على الاراضي الاوكرانية بمعنى ادق أن ستساند احدى الدول الاوكرانية ضد روسيا أيضا بسبب مساندة الدولة هذه ستخلي مهمة الروس صعبة ومستحيلة وأيضا سنرى الرئيس الروسي في موقف حرج جدا وفي حالة زعاج شديد خلال الفترة القادمة وهذا بسبب حدث امني ستكون له تداعيات بارزة التداعيات البارزة ستجعل القيادة الروسية في حالة من الارتباك والتوتر الشديد في قلب روسيا وأخيرا نقول أن الحرب هذه ستؤدي إلى وقوع خلافات حادة بين بعض الدول الاوروبية مع توتر كبير بالعلاقات ممكن جدا أن يصل للحدود والمواجهة وروسيا لن تكون بعيدة عن هذا الحدث خرق الدبلوماسية الأمريكية في لبنان شريط أسود فوق شخصية لبنانية معروفة فتح نافذة بملف الموقفين بتفجير مرفأ بيروت أجواء لبنان لن تكون سالكة أمام الطيران الإسرائيلي وتطورات مفاجئة تفتح وتعيد ملف فتح المعتقلين في سوريا وزير الطاقة أمام طاقة جديدة تغير المشهد القبض على شبكة الإجار بالبشر في لبنان تسجيل هدف غريب يكون له علاقة بكرة القدم مسلسل من الأحداث غير العابرة بالصفوف العونية وحرس قديم وحرس جديد ملف النازحين السوريين سيكون بملف رسم الانفجار سلامة الترسيم لن تنفي الأحداث التفجيرية على الحدود فرقة مياس بين نجاح ونجاح يتسلل الحسد يصيبها طوارئ في الصراع الحكومية سقوط أحد الوجوه بأسلوب إنجرامي تحريك مدبر لمسلسل ناري ينطلق من أحد مخيمات فلسطين عباس إبراهيم لن يتقاعد رغم تقاعده رياض سلامة نجم 2023 العراق ينجح ويعمل فرق لكن يوم كبير يتصدره العالم العراقي المرأة العراقية من المناصب العادية لفوق وأعلى ابتكار أسلوب مختلف لتحركات ثورية من نوع آخر الفن العراقي بما فيه الغناء ينهض وينتشر ويوسع جمهوره رغم كل اللي صار واللي عم بيصير راح يتبين بعد بكير على التطبيع بين العراقي وإسرائيل الدولار ولو ارتفع بالعراق ما راح يشيل الاقتصاد الضربة الذي راح يتلقاه النفوذ الإيراني بالعراق لن تضعفه أو تقبعه أو تشيله مقتدى الصدر يلعب أخطر لعبة الطبيعة تثور وتضرب العراق أرضا وجو كاظم الساهر بأغنية جديدة ستغزو العالم العربي مع كل الشهر أمامه تحديين واحد منهم قاسي يرسم ماجد المهندس خارطة نجاحاته ويرجع على عالمه الخاص المليء بالغموض بضربة سحرية جهة عربية ودولية ستدعم لبنان رئيس جديد للبنان بضربة سحرية بأسم غنية تزيد على نجوم شهرته نجمة مطار رفيق الحريري بالاسم آمن كشف مخططات لضرب ازدهار المطار بسلاح الفضائح والشائعات على أنواعها أضواء ساطعة على ننسي عجرم بعضها يعكس لمعان ونجاح وبعضها يعكس مطبات مختلفة ملح مرياشي بخطط وخطط وينتر ساعة السفر سنة حافلة ومتنوعة بأفق شيخ عقل طائفة الموحدين أدروز سامي أبو المني بعد كل لتركوا التيار وعملوا بالروحة ضجة راجعين وبالرجعة راح يعملوا ضجة كمان حسام حرب مستشار تيمور جمبلاط بمواجهتين واحدة منهم بغاية الدقة شايف إسرائيل بلبنان عم تخطط لتفجير أكثر من معلم لافتعال حوادث ضخمة تخص الاستقرار بالداخل ومن الخارج توسيع رقعة التجسس وتوريد أسماء لبنانية معروفة حركة انقلابية داخل حزب لبناني السيدة بيولات الصفدي إلى الضوء من جديد واسم محمد الصفدي بالساحة صوات وألحان وإطلالات الألحلاني راح تكون أقوى من كل الصدمات المعارك بملف الزواج المدني تفتح نوافذ وتسجل نقاط تقدم الجيش اللبناني بأكثر من معمودية نار ستفرض عليه عملية وتفرض عددا من الشهداء سمير جعجع يتسبب بعاصفة تغيرية بقلب المعادلة اللبنانية المغرب رؤوس كبيرة ووجوه معروفة وأسماء مشهورة نساء ورجال سيتم حاسبتهم بتهم الفساد إصرار ملك المغرب على المصالحة مع الجزائر شخصية عسكرية مغربية معروفة في بزار الرهنات استثمارات سياحية عالمية على أراضي المغرب العقار المغربي إلى ارتفاع رغم بعض الهزات ظهور جيل شبابي واعد تتخطى مهاراته بكرة القدم الأبطال الذين حققوا الانتصارات في قطر إلى هنا متابعينا الكرام نصل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم شكرا لكم وإلى اللقاء